كشف وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين أن معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام 2020 بلغ 24% تقريبا الوزير في رده المكتوب على سؤال نيابي خلال جلسة رقابية كشف معدلات البطالة في المحافظات العام الماضي حيث جاءت محافظتي الطفيلة ومعان بنسبة متقاربة بلغ 28% تقريبا البلقاء 27.5% العاصمة 26% عجلون 25.1% العقبة 23.8% جرس 22.7% اربد 21.8% الزرقاء 21.2% ومحافظتي المفرق ومأدبة 20.5% وأدنى نسبة سجلت بالكرك بنسبة 18.4% الوزير وصف خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب مشكلة البطالة في الأردن بأنها قنبلة موقوتة وتتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة مضيفا أن حل هذه القضية هو جهد وطني لا تتحمل مسؤوليته وزارة العمل فقط خاصة مع تدني مخصصاتها في الموازنة إلى 9 مليون دينار بعد أن كانت بحدود 19 مليون دينار العام الماضي مشكلة البطالة مثل ما تفضلت سعادتك هي قنبلة موقوتة آمل من الله سبحانه وتعالى أن لا تنفجر في وجوهنا مشكلة البطالة هي نتاج لتراكمات حقيقية وفشل مستمر لعدد من الحكومات التي أتت وتولت أمر هذا الوطن الحل الحقيقي هو في خطة اقتصادية شاملة متكاملة وبناء حقيقي يسعى لتمكين هذا القطاع الخاص لأنه هو من يستطيع أن يقود التنمية دور الحكومة هو أن تمكن القطاع الخاص الحكومة لن تكون قادرة على التشغيل وانتوا عرفين